الموقف اليوم هل يستقيم رفض القوات للحوار مع الدستور منذ مدة والقوات اللبنانية تتحدث عن رفضها للحوار حول الاستحقاق الرئاسي وكانت عندما تراء لها أن هناك إمكانية فوز لمرشحها النائب ميشيل معوض تدعو إلى جلسات انتخابية متتالية حتى يتم انتخاب الرئيس ووصل بعض رموزها إلى الدعوة لتعديل النصاب من الثلثين إلى النصف زائد واحد أملا بأن يفتح الباب لوضع يدها على الرئاسة لكن عندما تيقنت من وجود فرصة جدية لفوز المرشح سليمان فرنجي الذي تسميه بمرشح الممانعة تخلت عن الدعوة للجلسات المتتالية وأعلنت عزمها على تعطيل النصاب ولو بقي لبنان دون رئيس ألف عام كما قال رئيس حزب القوات سمير جعجع فالفراغ أفضل ألف مرة برأيها من رئيس ينتمي إلى حلف الممانعة وعندما ترتب على التقاطع مع التيار الوطني الحر تحديدا على تبني ترشيح الوزير السابق جهاد أزعور ما أتاح استقطاب عدد من نواب التغيير فبدأ أن تجميع 65 صوتا للمرشح أزعور ممكنا عادت القوات إلى دعوتها للجلسات المتتالية واتهمت من عطل النصاب بالتخريب ودائما كررت رفضها للحوار بالأمس أصدرت كتلة الجمهورية القوية النيابية التي تمثل القوات بيانا تعتبر فيه أن لا حوار بعد اتفاق الطائف وأن كل شؤون الدولة مهما كانت طبيعتها يجب أن يتم حلها ضمن المؤسسات الدستورية ووفقا للقواعد المنصوص عليها في الدستور علما أن القوات شاركت في أكثر من جلسة حوار منذ دخولها الحياة السياسية والنيابية بعد عام 2005 لن نناقش بيان القوات في مفهوم الديمقراطية التوافقية الذي يعتمده لبنان باعتبار أن لبنان لا يطبق ديمقراطية العدد وهذا ما يرغب القواتيون وسواهم بتجاهله فديمقراطية العدد التي يطلبونها انتقائيا وجزئيا لا تطبق من فوق إلى تحت أي من مجلس النواب بل من تحت إلى فوق أي من الناخبين وما دام نظامنا لا يقوم على ديمقراطية العدد وهم يتمسكون بهذا أي أن يرتبط انتخاب النواب بتوازن المكونات الذي تمثله الطوائف ثم وعبر القانون السيء ربط انتخابهم بتصويت أغلبية ناخبة من طوائفهم فإن التوافق بين مجموع الأغلبيات التي تمثل المكونات بات هو التعبير عن الديمقراطية التوافقية السابقة لكل تصويت وإذا أرادت القوات أن نذكرها بنص الدستور فإن المادة 65 التي تحدد صلاحيات مجلس الوزراء وهو سلطة تنفيذية وأليات عمله تقول في فقرتها الخامسة يجتمع مجلس الوزراء دورياً في مقر خاص ويترأس رئيس الجمهورية جلساته عندما يحضر ويكون النصاب القانوني لانعقاده أكثرية ثلثي أعضائه ويتخذ قراراته توافقياً فإذا تعذر ذلك فبالتصويت والسؤال بسيط الحكومة بما هي سلطة تنفيذية أقرب إلى مبدأ التصويت فلماذا أصر الدستور على إعطاء الأولوية للتوافق إن لم يكن التوافق إطاراً دستورياً للديمقراطية اللبنانية وذو بعد دستوري تأسيسي في الحياة الوطنية وما يصلح في الحكومة يصلح بقوة أكبر في مجلس النواب فهل من توافق من دون حوار؟ ما يصح في الحوار في مجلس الوزراء سواء لصناعة التوافق أو لتأمين نصاب الثلثين أو تصويت الثلثين في الحالات المنصوص عنها في الدستور يصح أكثر في مجلس النواب حيث صفة المجلس النيابي هي التمثيل السياسي للشعب وهذه ليست صفة السلطة التنفيذية وبالتالي يصح الأمر أكثر وأكثر عندما يتصل بانتخاب رئيس للجمهورية حيث أن وضع نصاب الثلثين في جلسات انتخاب الرئيس وتصويت الثلثين لانتخاب الرئيس في الدورة الأولى نابع من الحاجة لنسبة عالية من التوافق ترافق الولادة الرئاسية أراد المشترع أن يضمنها من خلال نصاب الثلثين وتصويت الثلثين بحثه على الحوار وصولا للتوافق لضمان تأمين هذا النصاب وهذا التصويت وبالتوازي فقد منح الدستور هنا حق تعطيل النصاب لاستجلاب الفريق الداعم للمرشح الأقوى من أجل الحصول على نسبة من التوافق لا يمكن بدونها لهذا المرشح أن يصبح رئيسا من لا يريد الحوار ويعتبر أن الاحتكام للنصوص الدستورية يكفي بحرفيتها التقنية عليه أن يختار بين حقين دستوريين حق عقد الجلسة وحق تعطيل النصاب فيها وفي هذه الحالة يختار بين فراغ مديد ينجم عن ممارسة حق دستوري بتعطيل النصاب أو عليه أن يذهب إلى الموافقة على حل مجلس النواب لنفسه بتقصير ولايته والذهاب إلى انتخابات نيابية مبكرة تتم عبرها العودة إلى التصويت بعد أن يقرر الشعب محاسبة نوابه على تعطيل النصاب أو مكافأتهم عليه ومحاسبة الآخرين على رفضهم للحوار البديل الوحيد لعدم الحوار هو إما قبول الفراغ أو الذهاب إلى انتخابات نيابية مبكرة اشتركوا في القناة